اجتماع خليجي حاثم بالسعودية قطر داخل ام خارج البيت الخليجي واخر ايضا تشهده جدا لبحث تطورات الازمة السورية وموافقة حمساوية على الضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية والبنك الدولي يحذر مصر من مخاطر الاختباء وراء المؤشرات الوردية للاقتصاد المخنوق عمليات التجميل قبل الزواج انا لا اجزب ولكني اتجمل هذه بعض العناوين والموضوعات التي سنتناولها في هذه الجولة من هذا البرنامج لكن دعونا اولا نلقي نظرة على اخر واهم الاخبار حتى الساعة ميليشيا مصراتة تعلن سيطرتها على مطار ترابلس ومصر تنفي اتهامات بشأن شن غارات على العاصمة الليبية فشل المفاوضات بين الوفد الرئاسي والحوثيين في اليمن ايران تؤكد اسقاط طائرة اسرائيلية دون طيار فوق موقع نطنس النووي وقصف على وسط دونتسك شرق اوكرانيا ورئيسها يعد بتسليح الجيش الاوكراني ورحب بكم مشاهديك كرام في هذه الجولة الجديدة من هذا البرنامج اليوم في ساعة من سي ام بي سي عربية دعونا نبدأ بواحد من العناوين البارزة اليوم الانظار تتجه ربما لهذه القمة الثلاثية هذه المرة السعودية الامارات البحرين في جدة سيناقش مسألة قطر وكانوا قد حددوا اسبوع ينتهي اليوم بانعقاة هذا الاجتماع الثلاثي لبحث تقرير اللجنة الفنية الخاصة والمكلفة بمتابعة التنفيذ القطري لبنود اتفاق الرياض في اجتماع سيكون حاسم في العلاقات القطرية الخليجية هذا الموضوع سنتناوله بشيء من التفصيل والتكهنات لكن دعونا ايضا نسهب الى اجتماع اخر هذه المرة هو اكبر من كونه الثلاثي الاردن ومصر السعودية وكثير من الدول هؤلاء والاردن وحتى قطر نفسها سيناقشوا موضوع التطورات في سوريا على المستوى السياسي وداعش على وجه التحديد هذا الخطر الداهم الذي يهدد المنطقة دون ما استثناء فانعقد اليوم في مدينة جدة هذا الاجتماع الوزاري للدول العربية الخمس الاعضاء في مجموعة الاتصال الدولية المعنية بشأن السوري شارك في هذا الاجتماع صاحب السمو الملك الامير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية دكتور سامي شكري وزير خارجية مصر الشيخ عبد الله بن زايد آل الهيان وزير خارجية الإمارات والدكتور خالد العطية وزير خارجية قطر والسفير نوافد تل مستشار وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية تم بحث كل الأوضاع على الساحة العربية والشرق الأوسط وسوريا بما في ذلك النمو المتطرف لبعض التنظيمات الإرهابية وحكاسات كل ذلك على الأمن والسلم في المنطقة وعلى الأمن والسلم حتى على المستوى الدولي وتطورات كل هذه الأزمات وتبدلت وشهات النظر في ضرورة خلق تعاون جات للوقوف تجاه كل ذلك أنا أتابع تدعيات هذا المشهد معي مباشرة من الرياض دكتور محمد الحارثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود دكتور محمد أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج دعنا نبدأ أولا بهذا الاجتماع لهذه الدول لمناقشة تطورات الأمر في سوريا ويبدو أن الشأن السوري تجاوز الحدود السورية وأصبح مهدد حقيقي لكل المنطقة ببروز هذه التنظيمات الإسلامية المتشددة ولعل وسائل الإعلام تنقل التطرف الذي يحدث هناك إلى أي مدى في تقديرك أن الخطر داهم وقريب وتهديد حقيقي لكل هذه الدول ولكل دول المنطقة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حقيقة أستاذ الكريم ومشاهديك هو في الحقيقة كما تفضلتم يعني الشأن السوري منذ البداية تحدث عنه المحللون والحكماء والفطناء في المنطقة بأنه إذا لم يتم تدارك الأمر فسوى تصبح سوريا بؤرة لتجمع الجماعات المتطرفة وبؤرة لتصدير الإشكاليات في المنطقة مثل ما كانت أفغانستان في فترة معينة ولازالت أثار ذلك قائمة إلى الآن بالفعل الوضع السوري أصبح يعني يهدد المنطقة والشرر الذي يعني يصدر من سوريا بدأ يتطاير إلى الدول المجاورة رأينا يعني ما حدث في العراق كذلك يعني الدول الأخرى المجاورة لسوريا مباشرة ودول المنطقة كذلك ليست محصنة أو بعيدة عن ذلك الخطر إلا يتم تدارك هذا الخطر إلا يعني تبرز الدول العربية الفاعلة وتكثف جهودها وتستلم الملف السوري حقيقة يعني يعني بدون الاتكال على المجتمع الدولي نعم نحن ننشد دعم ومساندة المجتمع الدولي لكن كما هو واضح أنه لا زال المجتمع الدولي يجرجر قدميه في أشياء السوري وصل القتل في يعني في السوريين إلى 191 ألف رقم مخيف جدا الأزمة الآن ممتدة إلى ثلاث سنوات مفوضة الأمم المتحدة يعني وشاهد شاهدهم من نيويورك بأنه يعني مجلس الأمم لا زال كذلك متلكي كما ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في أن يتخذ الإجراءات الحاسمة لذلك جميل جدا أن تجتمع هذه المجموعة وهي يعني الدول القائدة والرائدة بقيادة المملكة وأن تضع يعني حلول على أكثر من مستوى يعني سوريا المقاومة الحقيقية وليست مقاومة الممانعة التي رأيناها وإنما المقاومة الحقيقية التي يعني تحاول يقوم بها أبناء الشعب السوري نعم على ذكر المجتمع الدولي والدول الخبرى وأنت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف في مقدمة هذه الدول وبعد ذلك الدول الأوروبية وكلهم لديهم تحالفات مع بعضهم البعض وحيانا الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر في مجريات القرار البعض يلحظ أن هناك لا أدري سميه تلقق طباط سميه ما شئ من الولايات المتحدة تجاه حسم هذه الجماعات مما يعزز فرضية لدى البعض بأن الولايات المتحدة الآن وفي هذا التوقيت تريد هذا المشهد الفوضوي لمقارب تعريفها هي يعني إذا صح ذلك ألم تغل الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا السحر من الممكن أن ينقلب على الساحر وأن ترتد سهام هذا التطرف على الولايات المتحدة نفسها وبالتالي تهددها من الداخل لا أشك في ذلك يعني نحن لاحظنا أن القادر الغربيون لا يخجلون من ذكر أنه نعم لدينا نحن دول كبرى ومؤثر على الساحة الدولية ولدينا موازيننا المزدوجة إنجاز التعبير لو أخذنا دمشق وأخذنا أربيل دمشق الآن أو سوريا عموما لديها كارثة إنسانية كبرى على مدى ثلاث سنوات تلكت الولايات المتحدة ومعها الغرب الآن حينما اقتربت داعش مع أخلافنا الكبير مع داعش على مقربة من أربيل طبق المعيار الآخر الذي مس مصالح الولايات المتحدة وتحركت الولايات المتحدة بالضرب وبالمتابعة وبإنزال الخبراء وغير ذلك هذا مثال بسيط المثال الآخر قضية فلسطين نرى أنه إذا هدد الكيان الصهيوني بأي تهديد بسيط جدا تفز ولا تتحرك فقط الولايات المتحدة وخلف المجتمع الغربي هذه إشارة لنا نحن في العالم العربي على أن نحك جلدنا بظفرنا كما يقال وأن نتولى جميع أمرنا أن نمسك بملفاتنا الحقيقية ونفاوض لدينا يعني تجارب كثيرة في المنطقة أنه الغرب لا يتحرك إلا يعني وفق مصالحي الغرب لا يتحرك إلا إذا هددت مصالحي ولا يلان في ذلك بل يجب علينا أن ندرك هذه الحقيقة ونتحرك من خلالها الآن هذه المجموعة نتمنى ونأمل أن يكون هناك أجندة فعلية بناء على الحقائق الآن لا تلعم هذه المجموعة ولا يلعم العرب إذا اتخذوا أي خطوة لأن الغرب للأسف إلى الآن لم يثبت جديته في حق دماءنا لم يثبت جديته في على الأقل الوقوف بحياد وإنما دائما يقف مع مصالحه فآنا لنا أن ندرك هذه الحقيقة وآنا لنا أن نمسك بملفاتنا ونبدأ التحرك وفقا لمصالحنا الذاتية نعم نتحالف مع الغرب ننسق مع الغرب نتعامل مع الغرب لكن كما يقال لا نمسك ذقوننا ويبدأ هو يتعامل معنا وفق مصالح التي قد لا تتطابق مع مصالحنا مئة في المئة نعم لدينا مع الغرب لا شك مصالح مشتركة لدينا اعتماد متبادل لدينا قضية العولمة لكن لا يعني ذلك أن كل مصلحة ذاتية لمنطقتنا العربية ومنطقتنا الخليجية أنها متطابقة قالها منذ البداية أن المساس به منذ بداية هذه الأزمة أن المساس به وبسوريا يعني اشتعال كل هذه المنطقة يعني هل كان النظام يتنبأ أم أنه يعي ما يقول ويمتلك من الأدوات وحبال اللعبة ما يجعله يسيطر على المشهد بهذه الطريقة التي نراها الآن فرق تسد والله أستاذ الكريم يعني مقولات النظام السوري شهيرة ومعروفة منذ أنه سوريا سوف تقتار زمان ومكان المعركة سوريا لن تستدرج إلى معارك لم تحددها سوريا دولة المقاومة والممانعة كل هذه الشعارة المرفوعة الذي ساعد النظام السوري هو وقوف العرب على الحياد إنجاز التعبير ثم انغماس إيران بشكل كبير جدا داخل سوريا ثم تدخل حزب الله في سوريا ثم يعني تداعي كل هذه المنظمات المتطرفة التي أشعلت فتيل المشكلة السوري فسوريا الآن تعيش في غرفة الإنعاشة الدولية إنجاز التعبير مدعومة من إيران مدعومة من حزب الله لو ترك الأمر للسوريين لشأنهم لا تم الانتهام من بشار الأسد ونظامه منذ فترة طويلة جدا لكن هذا المدد وهذا الدعم وهذه المساندة عبر سنوات كبيرة جدا بالمال وبالرجال وبالسلاح أطالت في عمر النظام السوري وجعلته يرفع شعارات معينة وأنه سوف يشعر المنطقة لكن يعني هو بالفعل وبكل صراحة وتجرد أن العرب تركوا الملف للمجتمع الدولي أنا لنا الآن نأخذ ملفنا بأيدينا ونبدأ نضع حلول معينة لأنه الخطر أصبح داهم وعلى يعني مشارف دول المنطقة نعم يعني إلى أي مدى الآن دكتور الوضع وما وصل إليه الآن في المنطقة العربية تبحترت فيه كثير من الرؤى والأوراق واختلطت فيه كثير من المفاهيم بحيث نجد أنه من الصعب أن نعود إلى المربع الأول الذي كنا فيه يعني شئنا أم أبينا دخل الأطراف جديدة في المعركة استطاعت أن تسيطر على بعض الأجزاء إلى مذلك من هذه التفاصيل هل الحسن العسكري والميداني والأمني هو الكفيل بحل هذا النزاع أم أنه لا بد من حلول سياسية أنا أعتقد أنه كلا الأمور التي ذكرت لا بد أن يكون هناك أولا يعني قيادة وزعامة على مستوى كل الدولة تدرك حجم هذه الأخطار ثم الحل العسكري قوة الدولة هيمنة الدولة سيطرة الدولة منطقة الدولة لا بد أن يفرض في هذه الدول في الدول العربية كما رأينا يعني مثلا ما حدث في العراق أي جيش هذا وأي دولة أن تشتاحها البك أب وتقتطع جزء بين ليلة وضحاها ثم نجد الجيش يتوارى ويميع كذلك مثلا في اليمن في ليبيا في مناطق كبيرة جدا يعني الوضع العربي الآن وبعض الدول في المنطقة العربية في وضع يعني لا يسر الصديق ولا يغيظ العدل يعني وضع مؤلم جدا نترى الانهيارات كان هناك انهيارات سياسية لكن كان هناك أمن في المنطقة العربية نعم لم يكن هناك استقرار حتى أكمل الفقرة هذا موضوع آخر يعني الفرق بين الأمن والاستقرار لكن على الأقل كان هناك هيبة دولة الآن بدأنا نرى أنه أصبحت الدول هشة بشكل كبير جدا أنه تأتي أي أي عصابة أو أي مجموعة ثم تشتاع هذه الدولة تشتاع عاصمتها وتفرض أجندتها يعني من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى ليبيا إلى اليمن يعني أشكال وصور متعددة تدل على الهشاشة الكبيرة جدا للسلطة القائمة يعني في بعض الدول العربية فلا شك أنه لابد أن يكون النظام السياسي على درجة من الأهلية ولا غنى عن الأمن نعم دكتور محمد الحارثي أنا أشكرك ولكن أرجو أن تبقى معنا أنا سأعود إليك بعد قليل نتناقش سويا في حال البيت الخليجي من الداخل في ظل الخلافات في وجهات النظر أنت تعلم بين بعض دول الخليج قطر على وجه التحديد بعد أن نستمع أنا وأنت ونشاهد والمشاهدين استطلاعات المواطنين في الكويت في تنبؤهم بما سيقول إليه الأمر في شأن الخلاف الخليجي الخليجي لازم قطر حكومة قطر أو دولة قطر لازم يبتعد بالمشاكل لأنه بدأ في مشاكل على قطر بدأ في مشاكل المشاكل صار في قطر واحد كل المجتمع العالم كل يلومون قطر يقولون قطر شراكة في هذا شراكة في هذا شراكة في هذا شراكة في هذا فإحنا ما نبشكل على دولة قطر الشقيقة والله حسب ما أعتقد أنهم راح يجمدون عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي هذا المنظور العام لدول الخليجي أو التوجه دول الخليجي لنحاوله بشتى الطرق ما قدروا فظاهر هذه الخطوة الأخيرة اللي راح يتخذونها دول الخليج الكويت إن شاء الله راح تساعد على حل المشاكل الخليجي يعني الكويت راح تساعد على حل المشاكل إن شاء الله بالخليج إن شاء الله والله كريم إن شاء الله يعني لحد الآن ما أشوف فيه مشاكل كبيرة وراح تنحلوا سهلة هذه إن شاء الله نحن والحمد لله في شعب الخليج يتوفر الأمن أكثر من أي دول والاستقرار في أكثر من أي دول في المنطقة ونحمد الله ويجب أن نحمد الله على هذه النعمة والخلافات السياسية والتنافر ليس وراءها إلا الخراب والندم دول مجلس التعاون هما بيت واحد وأي كان يطرع عليهم ما في خلال مثل ما يقول سحابة الصيف وما في أي مشاكل البيت الخليجي بيت واحد أي أن كانت المشاكل هي سحابة الصيف تعدني إن شاء الله ما في مشكلة لازم قطر شوية يتنازل يتنازل عن عصبيته يتنازل عن شورة يتنازل عن أقواله لأنه ما أحد يفيدك اللي إحنا يا قطر ما أحد يفيدك أجانب لبرة ترى ما يفيدونك أحلى أخوان أحلى نفيدك أنا أقول حق دولة قطر ردوا حق دول الخليج ترى مثل ما يقولون الضفر ما يطلع من اللحم وكلنا شعب واحد تربطنا عادات وتقاليد وحدة وكلنا إسرة وحدة والدليل على ذلك يوم صار القزو الصدامي على الكويت يعني كل دول الخليج وقفت مع الكويتين يعني كل دول الخليج يفتحوا بيوتهم حق الكويتين وهذا إحنا ما ننسى ككويتين ما ننسى يعني جيد دكتور محمد الحارثي رغم الاختلافات في وجهة النظر في كيفية معالية هذا الملف لأن هناك إجماع من المتحدثين بضرورة بقاء البيت الخليجي كما كان وسيظل متماسك وقوي خاصة في الوقت الراهن لكن الشواهد كانت تقول لا أقول غير ذلك ولكنها كان فيها شيء من الحسم يعني مهلة الأسبوع التي حددت كان فيها شيء من التحديد الحاسم يعني بشكل أو بآخر هكذا قرأها المحللون والشيء الآخر أن قطر حتى الآن على أرض الواقع لم تقدم إفاء ببعض التعاخدات التي قطعتها في اتفاق الرياض حسب ما يريد أو تريد الدول الخليجية الأخرى في الجانب الآخر هل هذا فعلا ما حدث أم أن لك رؤية وتحليل آخر وفي الحقيقة مثل ما تفضل الأخوة المشاركون أنه المجلس التعاون وحده صمدت يعني عبر حقود طويلة جدا في السراء والضراء صمدت لتحديات كبيرة جدا فنأمل أن تكون هذه التجربة نواه لتجربة عربية أكبر وأعمق مدى ولا نرغب ولا نحب ولا نتمنى أن يصبح هناك خلافات تؤدي إلى التقاطع نعم يصبح هناك خلاف في وجهات النظار في اجتهادات سياسية هنا أو اجتهادات سياسية هناك لكن هذه الأمور يعني لا تحل وفق المنابر الإعلامية أو وفق الشحن الإعلامي أو وفق المتابعة والتصيد هنا وهناك بل البيت الخليجي يواجه تحديات كبيرة جدا الآن يعني أصبحت التحديات محيطة فينا وليست فقط تحديات سياسية أو آيدلوجية وإنما حتى تحديات أمنية وعسكرية من المفترض يعني على الجميع أنه المصلحة الخليجية والبيت الخليجي يعلو فوق أي خلاف في وجهات النظر هذا ما يتمناه أي مراقب وما يتمناه كذلك أنا كمراقب وكأبن من أبناء الخليج وأعتقد أنه كافة العرب ينظرون إلى هذا المجلس الذي دعم وساند التنمية ودعم وساند السياسة ودعم وساند الدبلماسية على مستوى القضية الفلسطينية صحيح نعمل أنه يعني يكون فيه نوع من التفاهم الذي يعني كما ذكر المعلقون سحابة الصيف وتمضي مثل ما جاءت سحابات سابقة نحن كذلك بطبيعة الحال نتمنى ذلك وكل حادب على السلام والأمن في هذه المنطقة يتمنى ذلك ونتمنى أن نراه على أرض الواقع عموما لكل حادث حديث وسيصدر في هذا الشأن ما يفيد نعم لتقاطع وجهات النظر لكن لا للتقاطع الكامل بطبيعة الحال أنا أشكرك ضيفي من الرياضة المحدثي الدكتور محمد الحالفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود شكرا جزيلا لك أحييكم من جديد وغزة تحت النار بطبيعة الحال ويتواصل مسلسل الاختيالات والعنجهية الصهيونية الإسرائيلية على هذا القطاع بضربه دون هوادة وسط مقاومة نوعية للاحتلال والمباني تهدم على رؤوس أصحابها والوضع لا يبشر بالتوصل إلى تسوية أو هدنة في الوقت القريب والحرب سجال بين الطرفين ونترياهو اليوم خرج ببيان ربما هو أكثر عن جهية وتحدي بأنه سيواصل عمليته العسكرية حتى ضرب كل نقاط المقاومة على حد وصفه لكن تطور هناك آخر سياسي أيضا موافقة من حماس على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أو ما يعرف بمثاق روما والرئيس الفلسطيني محمود عباس اشترط موافقة جميع الفصائل الفلسطينية على ذلك ومن ثم يتم تبني هذا التوجه أنا معي مباشرة من الدوحة الأستاذ عبدالله ربح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أستاذ عبدالله مساء الخير كيف نقرأ موافقة حماس على الانضمام لمثاق روما أو المحكمة الجنائية الدولية وفيما يفيد ويخدم هذا التوجه مساء الخير أولا لكم جميعا بقناة سي أم بي سي جميع الزملاء الذين يكون في القناة ولك شخصيا في الحقيقة التوجه نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية هو لا يختص بحماس ولا يختص بالمعركة الحالية الآن على الأرض هذا يختص بشكل أساسي في وقت سابق عندما توقفت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعندما استمرت إسرائيل في موضوع الاستيطان كان لدى السلطة الوطنية الفلسطينية سلاح تستطيع استخدامه وتوجه إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية وانضمت إلى أكثر من عشرة معاهدات دولية ومن ضمنها المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في العام 2001 وبلغ عدد دول المضمة إلها 121 دولة حتى الآن ما يميز الانضمام إلى هذه المحكمة كدولة فلسطينية في هذا الوقت هو قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها دولة فلسطين معترف فيها من قبل جمعي العام الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة أن ترفع قضايا خاصة أن ترفع قضايا ضد إسرائيل فيما يخص الاستيطان فيما يخص جرائم الحرب فيما يخص الانتهاكات على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وهي الإطار القانون الذي يمكن أن تعمل عليها السلطة الفلسطينية موضوع دخول حماس يتعلق باشتراط ليس متعلق فقط بالسلطة هذا اشتراط كان حتى لا يتم استخدام هذا استخدام المحكمة الجنائية الدولية من قبل إسرائيل في المستقبل وأن يتم وضع بعض قادة حماس أو بعض قادة فلسطينيين وآخرين تحت قضايا معينة أو يكونوا هدفا لقضايا قد ترفعها إسرائيل وتعمل عليها لذلك هو الرئيس الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أرادت أن يتم توافق تام على هذا التوجه حتى لا يكون هناك في المستقبل من يتضرر منه أو يلاحق يلامون أو يتحملون اللوم لوحدهم على قضايا قد تمس قادة حماس صحيح أستاذ عبد الله أنت تعلم أن إسرائيل لا تأبه لمسل هذه هي أصلا غير موقعة على هذا المثاق وعلى المحكمة الجنائية الدولية وهي لا تركن حتى لما هو أكبر منها ولا حتى لقرارات مجلس الأمن وبالتالي القرار لا يعنيها لكنها في المقابل تتهم هي حماس بأنها ترتكب برائم حرب على حد وصفها وتعبيرها أنها تزرع الصواريخ في أماكن المدنيين وأنها تضرب بالصواريخ على المدنيين أيضا هنا كل يتمترس خلف هذه التفاصيل غير الواقعية ولكن سؤالي الآن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرن تمرير انضمام فلسطين كدولة لمثاق روما بموافقة كل الفصائل يعني إلى أي مدى تتوقع أن توافق بقية الفصائل على الانضمام لهذا المثاق الذي يحقق ولو أرباح معنوية دعنا نقول هو عمليا تقريبا حقق ما أراد يعني جميع الفصائل الآن كانت متوافقة على هذا الموضوع والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بقتل أكثر من ألفين فلسطيني خلال هذه المعركة وأكثر من ستمائة منهم من الأطفال شجع حماس على الانضمام عمليا إذا أردنا أن نقول ما هي حسابات السلطة وما هي خسار إسرائيل وكيف يمكن أن تجر إسرائيل لدى هذه المحكمة هناك ثلاثة الطرق والطريقة الأولى عن طريق مجلس الأمن ولكن هذه الطريقة بالتأكيد إسرائيل لن تخضع لها لأنها بالنهاية مجلس الأمن لديها الولايات المتحدة ولديها أكثر من دولة يمكن أن تعتمد عليها وأن لا تستطيع بالتالي إحالة الملف إلى المحكمة عن طريق مجلس الأمن هناك طريقة أخرى وأن تكون الدولة العضو موقعة وأسرائيل دولة غير موقعة وهي بالأحرى وقعت لكنها بالنهاية سحبت توقيعها والولايات المتحدة حتى أيضا لا تكون عرضة لهذا الموضوع وذلك بعد انضمام فلسطين مباشرة إلى الأمم المتحدة وحصلت على العضوية الكاملة إسرائيل سحبت توقيعها حتى لا تكون عرضة لهذه المسائلة الطريقة التي قد تستطيع دولة فلسطين اعتمادها لجر إسرائيل المحكمة هو السلطة الإقليمية للمحكمة وهو البند الثالث الذي يمكن من جر إسرائيل للمحاكمة وهو أنها ارتكبت جرائم داخل دولة موقعة يعني إسرائيل جرائم الاستيطان التي ارتكبتها في الضفة الغربية جرائم الإبادة التي تتكبها في قطاع غزة جميع الجرائم ضد الإنسانية هي توقعة داخل أراضي دولة الآن هي موقعة هي دولة فلسطين حتى لو لم تكن إسرائيل موقعة تستطيع فلسطين أن تجر إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وهنا يعني الخسار الإسرائيلي مقارنة بما يمكن لقادة الفصال أن يخسروه هي مضاعفة لأنها بالنهاية قادة حماس عالميا هم محاصرون ولا يتحركون ومن تتمكن وإذا أرادت إسرائيل أن تثبت شيئا على أحد قادة حماس فجميع قادة حماس من الجيل من جيلين أو ثلاثة قد خامت باغتيالهم وهي لا تتردد باغتيال أي من قادة حماس الذين يعني هي تتهمهم بأي أو إذا نجحت باتتهمهم بأي من بأي جريمة تندرج ضمن إطار محكمة جنائية نعم أما بالنسبة لقادة إسرائيل فسوف يتعرضون إلى مسألة دولية سوف تحركاتهم في دول أوروبا وتحركاتهم السياسية ستكون داخل دول موقعة تحركات محصورة جدا سيتعرضوا إلى حصار حقيقي وإسرائيل الآن هي خلقة فعلا من موضوع انضمام فلسطين لمنظمات دولية وتحديدا موضوع المحكمة الجنائية هي لن تكون في مأمن في هذا الموضوع وهناك عدد طرائق قانونية تستطيع السلطة الوطنية أن تتبعها لتضيق على إسرائيل وللضغط عليها نعم سيد عبد الله يبدو أن إسرائيل ماضية في طريقها تصريحات نتنياهو اليوم تكشف عن ذلك ويلوح بأن العملية العسكرية مستمرة إلى ما ذلك من هذه التفاصيل في المقابل تحركات ماكوكية بين القاهرة والدوحة للرئيس أبو مازين كل ذلك لم يسفر عن شيء على أرض الواقع يعني إلى أي مدى هذه المزألة تزداد التعقيد بوقوع عدد من الضحايا والشهداء يوميا في قطاع غزة وبالتالي التراجع دون تحقيق أي أرباح هو خسارة بطبيعة الحال وإسرائيل في المقابل أيضا ماضية في طريقها وسط فرجة العالم لهذا المشهد من المؤسف طبعا أن يكون العالم يتفرج بهذه الطريقة ويدير وجهه عن هذه المأساة لكن ما يختلف يعني الشيء المختلف الآن في هذه الحرب يعني غزة تعرضت لحرب دموية في العام 2009 مطلع العام 2009 أدت إلى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وعقب ذلك جاءت قمة الدوحة الطارئة في ذلك الوقت التي حاولت بعض من دول عربية قلتها بعد ذلك تمت عملية إعادة إعمار في العام 2011 أيضا تمت أيضا عملية غزو عملية متكررة لقصف وقتل وأيضا عدوان جديد ودائما يعني ينتهي الموضوع ولا يعاقب أحد وتستمر سياسة الحصار من قبل الإسرائيل ومن قبل المجتمع الدولي أيضا ضد قطاع غزة هذه المرة ما يختلف هو أن غزة تريد والمقاومة وحتى السلطة الفلسطينية والفصائل لا تريد أن تنتهي هذه الحرب دون أن يكون هناك ثمن تدفع إسرائيل وأقل الثمن الممكن هو رفع الحصار التحركات المكوكية هناك من يتهم أطراف معينة بالتشدد أو يتهم مثلا مصر بأنها تقدم مبادر لصالح إسرائيل ويتهم قطر بالوقوف إلى جانب حماس أو ليس اتهاما بقدر ما هو تشريف لدولة قطر ويتهم تركيا أيضا بأنها تؤثر على هذه المفاوضات لكن بالنهاية لا يمكن للمقاومة الفلسطينية لا يمكن للشعب الفلسطيني داخل القطاع غزة أن يحتمل يعني هم مليون وثلاثمائة ألف شخص عندما يقتل منهم كل عامين ألفين شخص لا يمكن أن تنتهي هذه المأساة ولا يمكن في هذه المرحلة وفي هذا الوقت حتى لو طال أمد الحرب وطال أمد الاستنذاف لا يمكن لهم أن يوقعوا على اتفاق لا يضمن عملية إعادة الإعمار لا يضمن لا يمكن لهم أن يدخلوا في الآن بيوتهم مهدمة ويوقفوا واطلاق النار وبعد ذلك يتم إيقاف المواد الغذائية يتم إيقاف مواد الإعمار ليس هناك شبكات مياه ليس هناك شبكات كهرباء لا يمكن حتى إعادة الإعمار لحالها سيد عبد الله ربما لا تعد مكسب يعني كأنك تعيد فقط ما دمرته الحرب أنا أشكرك الأستاذ عبد الله ربح الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني كنت معي من الدوحة إلى موضوع آخر ظريف وزير الخارجية الإيراني لا أدري إن كان هو ظريف حقيقة اجتمع جواز ظريف مع رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي اليوم وكان اللقاش حول القضاء على داعش تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هذا البوعبوع الذي ربما خرج على الناس ويهدد المنطقة برمتها وزير الخارجية الإيراني وصل إلى بغداد في وقت سابق واستقبل وزير الخارجي العراقي وكثير من المسؤولين أنا معي من بغداد الدكتور علي الجبوري مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة بغداد دكتور مساء الخير وشكرا لوجودك معنا في هذا البرنامج فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الإيراني أنت تعلم أن النور المالكي كانت واحدة من المآخذ التي أخذت عليه أنه بشكل أو بآخر رهن جزء من الإيران العراقية لإيران دينياً أو سياسياً يعني إلى أي مدى هذا الوضع من المفترض أن يتم تصحيحه أو هو كذلك وحدثني عن علاقة طهران ببغداد نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم والمشاهدين الكرام يعني الحقيقة العلاقات العراقية الإيرانية يتجلها كان حافل بالمعطيات السياسية سواء كان بالسلبة أو بالإيجاب لكنها عموماً كانت يعني الموقف الإيراني دائماً داعم للعملية السياسية في العراق وكانت المواقف يعني الإيرانية بهذا الاتجاه حسا هناك يعني تفسيرات أنه هل العراق تاب أو منقاد للسياسة الأمريكية هاي وجهات نظر ربما يطول النقاش فيها لكن عموماً كل بلد يرحث عن مطالحة وهناك الآن علاقات أعتقد إيران الآن تعتبر دولة أقليمية رئيسية في المنطقة كما العربية السعودية كما تركية كما وبالتالي هي منشغلة بالشعل العراقي كما الدول الأخرى لذلك أنا أعتقد اليوم زيارة الوزير الخارجي الإيراني سأتي في هذا الإطار في إطار السعي الحديث من الدول المنطقة ككل في عملية وضع حد لهذا الخطر الكبير اللي حضرتك أسميته بالبعبع وهو أكبر من كونه بعبع هو خطر حقيقي على دول المنطقة وعلى العالم على السلم الأهلي هناك فضائع ترتكب تحت يافطة أو تحت علم هذا التنظيم الإرهابي وبالتالي يفترض أن يكون هناك تكاتف من دول المنطقة أخر كل وأعتقد الآن الأجواء في المنطقة بهذا الإتجاه قرار مجلس الأمن الأخير كان بهذا الإتجاه المملة العربية السعودية أيضا كان هناك عملية تحسن كبير في توجهات السياسية في عملية استشعار هذه الجماعات الإرهابية لذلك أنا أعتقد الآن بدأت المنطقة كدول خصوصا الرئيسية منها بدأت تعمل بشكل يعني متواصر ضيب باتجاه التطويق على الأقل في المرحلة والتطويق هذا الخطر ومن ثم الخلاص نعم الدكتور علي الجبوري مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في جامعة بغداد معلقا على ذيارة وزير الخارجية الإيراني جوال ضريف إلى بغداد بعد الفاصل إذن في هذا البرنامج سنعرج على موضوعات اقتصادية واجتماعية تحزير للبنك الدولي إلى مصر بعد الفاصل البنك الدولي يحذر مصر من أن المؤشرات الوردية الاقتصادية ليست بهذا اللون ارتفاع الدين الخارجي لليمن نحو 114 مليون دولار في يونيو ظهران تبدأ بضخ الغاز إلى العراق عبر أمبوب جديد رصد 250 مليار دولار لبناء شبكة سكك حديدية تمتد لأكثر من 67 ألف كيلومتر في الخليج صندوق النقد الدولي يعدل من توقعاته لأداء الاختصاد العالمي في 2014 إلى 4% وأرحب بكم من جديد إذن تقارير للبنك الدولي الحقيقة تحذر بعض الدول يعني في المنطقة من بينها مصر ولبنان واليمن بأن هذه التقارير الاقتصادية التي وصفوها أحيانا بالمتفائلة والوردية هي ليست كذلك وأن المعنيين في الأمر أن يراجعوا حساباتهم بالشكل الواقع حتى لا يواجهوا مشاكل في المستقبل هكذا يقول البنك الدولي ما الذي يقوله ضيفي من القاهرة لنا سيد عبد المحت لطفي نائب رئيس اتحاد تمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل مساء الخير عليك لعل هذا هو البنك الدولي يقول بأن هذه التقارير وردية اللون ويبدو أن ضيفي لا يسمعني مساء الخير سيد لطفي نعم إذن فقدنا الاتصال بالقاهرة وريث ما يتيسر ذلك دعونا نتابع كيف أغلقت الأسواق الخليجية لهذا اليوم ومثلما نعود لمحطفي القاهرة ونتعاطى معه في شأن التقرير للبنك الدولي أحييكم كيف كان أداء الأسواق الخليجية والعربية بداية هذا الأسبوع جرسة الأحد كانت تحمل وعود هذه المرة إيجابية وانطلاق لبناء قواعد سعرية واضحة كانت قد تبينت لدينا في أداء السوق السعودي وكذلك المصري البداية مع أكبر أسواق الخليجية السوق السعودي الذي رصد ارتفاعات وصلت لأكثر من 165 نقطة بمكاسب ومعدل وصل إلى نقطة و 17 نقطة و 15 نقطة المئوية والسوق السعودي منذ فترة طويلة من الوقت يعود إلى مستوية 10900 نقطة وسيطرت أسهم قطاع البنك بشكل واضح على رأسي الإنما على حجم نشاط والنسبة الأعلى في الربحية بالنسبة لأسواق الإمارات كان أيضا هناك أداء إيجابي تمكن سوق دبي من الإغلاق مرتفعا بنقطة و 10 نقطة المئوية الخاصية الجديدة التي يعود بها سوق دبي هي أحجام التداول وقيمة التداول القوية التي تعزز هذه المرة القناعات بأن سوق دبي يعود من جديد ليبني بالفعل نشاط تأسيسي والانطلاق من بعده ليغلق السوق على ارتفاع بنقطة و 10 النقطة المئوية ويعود فيه سهم أرابتك تحديدا ليسجل أكثر من ربع أحجام النشاط في السوق سوق أبوظبي العاصمة ارتفع بمعدل 6 أعشار النقطة المئوية ولكن قيمة التداول في السوق تقريبا وصلت إلى 10 ما وصل له أو 10% طبعا من التداولات في سوق دبي مسقط كان قد تراجع ولكن بمحدودية لدينا قطر خسر قرابة 20 النقطة المئوية البحرين ارتفع بمعدل المحدود أما فيما يتعلق بنشاط السوق الكويتي فاستطاع السعر منه أن يرتفع بقرابة نصف النقطة المئوية ولدينا عربيا طبعا EGX 30 المصري كان قد سجل مكاسب واضح لدينا وقوية ليعود من جديد ويؤسس أيضا مراكز شرائية في السوق تدفع للانطلاق فليا إلى مسهدفات جديدة وفيما يتعلق أيضا ببقية الأسواق العربية نجدها كانت قد أغلقت جميعها على مكاسب إذن أعود من جديد وأعود من جديد لضيفي السيد عبد المعطي معي من القاهرة سيد عبد المعطي لطفي نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل سيد عبد المعطي مساء الخير مساء الخير نطمئنا الآن أننا نتواصل معك بشكل جيد وكنا نتحدث عن تقارير البنك الدولي التي حذرت مصر ودول أخرى في المنطقة لبنان واليمن وما إلى ذلك أن لا تركن للمؤشرات الوردية هي لا تعني الحقيقة في واقع الأمر اقتصاديا وأن هناك اختناق اقتصادي يجب النظر إليه بعين حقيقية وثاقبة دائما ما يشكك في هذه التقارير من قبل الدول هل مصر كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا عايز أقول أن لا يوجد في مصر أي جهة بتعطي مؤشرات وردية نحن نعلم جيدا أننا خارجين من أزمة اقتصادية عنيفة جدا فترة طويلة جدا كانت التنمية فيها النمو فيها ضعيف جدا ولا يوجد يكاد يكون متلاشي تماما النمو في فترة الثلاث سنوات السابقة والمشروعات الاقتصادية كانت تقريبا متوقفة معدلات البطالة كانت عالية جدا معدلات الفقر كانت متزايدة ولا يوجد أي نوع والفترة قصيرة جدا عشان تكون هناك تقارير وردية لا توجد أي تقارير وردية التنمية ما زالت لكن كل عزاؤنا أننا بدأنا على الطريق أننا وقفنا وقفين على بداية الطريق للانطلاق وأعتقد أن المشروعات الحالية ستفتح مجالات كبيرة جدا لتشغيل عمالها أكثر ستفتح مجالات كبيرة جدا لتنمية موارد الدولة وزيادة الخدمات وتحسين مستوى معيشة الأفراد أعتقد أن هذا يأخذ وقت لأنه توجد مشاريع بعصة سحرية المشاريع لازم لها وقت وتوقيت ولازم لها فترة للتنفيذ ولازم لها فترة لاستقبال العائد ثم بعد كده تتكون هناك تقارير أكثر من وردية نعم جيد سيد عبد المحطي إذن تتحدث بأن مصر وضعت أرجلها على الطريق ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ما هي أبرز المهددات التي تواجه مصر الآن هل هي أمنية أم اقتصادية الأمن أساس كل شيء الأمن هو الأساس في أي شيء عندما يستقر الأمن في البلاد ستستقر الأعمال ويبدأ الناس في العمل وتبدأ المصانع في الدوران ويبدأ الدخل القومي في الزيادة وتبدأ التصدير ويبدأ التصدير الخامات ويبدأ الصناعة في الانتعاش وتبدأ المشروعات كسيفة العمال التي حصل دلوقتي سواء في مشروع قناة السويس أو المشروع التنموي في السحل الغربي الشمالي قل هذا سيأتي بصماره لكن هذا لابد من وقت يأخذه حتى يكون التنفيذ بتؤدى وبجدوى فعلية وده الشيء الطبيعي جدا انه نخلق مشروعات لشغل الناس وعشان تشغل الناس لابد أن تأخذ وقتك الكافي حتى تأتي بصمار هذه المشروعات ثم بعد كده العائد دوان يحسن الخدمات ويحسن مستوى المعيش نعم الصندوق النقد والبنكة الدولية دائما ما يبعثوا برسائلهم ووصفاتهم ورشدتاتهم إلى الدول يعني والمتأمن لهذا التقليل الذي صدر مؤخرا والذي تحدث عن مصر واليمن واللبنان والأردن وكثير من الدول بأن لا تتعاطى مع المؤشرات الآنية أو المتوسطة حتى التي تمنحه هذه الصورة المشرقة إلى أي مدى هذه الوصفات مفيدة لمصر في تقديرك أم أن لكل دولة ظروفها الخاصة التي تستطيع أن تتعامل وفق محطياتها يعني أكيد لكل دولة مؤشراتها ولكل دولة ظروفها لكن أنا مش شايف مؤشر إيجابي وردي في الفترة اللي فاتت إلا مؤشر البورصة البورصة طبعا في صعود وهذا مؤشر جيد جدا وحاجة كويسة جدا لكن هذا هو المؤشر اللي ممكن يكونوا بيقولوا لا تنخدعوا بهذه الوردية لأنه هو ده المؤشر الوحيد لكن مستوى معيش لم تتحسن بالقدر الكافي بالقدر اللي احنا نأمله إنما المشروعات بدأت بالفعل ومشروعات كسيفة استخدام العمالة ومشروعات بتنبئ بأننا سنزيد من مواردنا في فترة مش بعيدة قوي ممكن سنتين مثلا سنة سنة ونص أو سنتين وسنتزداد وتبدأ العوائد تخش علينا أنا أعتقد أن المصر بدأت الطريق والنهاية ستكون في صالح مصر وفي صالح الشعب المصري لكننا نحتاج إلى الصبر ونحتاج إلى العمل الدقوب المستمر اللي لابد أنه يؤتي سماره في يوم ما بإذن الله نعم سيد عبد المحطي ورغم أن توجهاتك الاقتصادية إلى حد كبير لكن هذا السؤال به شق سياسي وأنت قبل قليل تحدثت السياسة بعينها عندما تحدثت أن الأمن هو الأساس في عملية التنمية الاقتصادية وإلى ما ذلك أنت تعلم أن هناك فريق مناوي حتى من مصرحته أن تتعطل عجلة العمل في هذا البلد لإثبات فشل هذا النظام وهو له بالمرصاد عبر عمليات حتى أمنية وعسكرية وإلى ما ذلك أريدك أن تعطين الصورة الحقيقية طالما نتحدث عن الصورة الوردية وصورة الحمراء والخضراء عن حجم هذا الفريق وقدرته على تعطيل العمل في مصر إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبه أو ينخرط من جديد في الحياة السياسية أو كما يطلب حدثني عن ذلك وإليه ماذا من الممكن أن يتم تجاوز وأن الشعب المصري بغالبيته يسير وفق المنظومة التي تحدثت عنها لست لدي مؤشرات قوية في عدد هذا الفصيل لكنه اللي أقدر أكلم فيه هو قدرة هذا الفصيل حتى لو كان عدده أكثر أو أقل أو أزيد أو بتاع لكنه بدأ يفقد قدرته تماما وبدأ الأمور كلها مجرد مناوشات وسط الناس ما تم بالفعل ليس فقط أن الدولة بقت ضد هذا الفصيل لكن الشعب بالكامل أو في معظمه في أكسرياته بقى ضد هذا الفصيل وبقى الشعب نفسه هو الذي يقاوم هذا الفصيل وهناك مناوشات هنا أو هناك في حي من الأحياء أو في محافظة من المحافظات إنما فقط هذا الفصيل القدرة على أن يغير المصار الاقتصادي أو يغير السياسة الاقتصادية التي الناس دلوقتي عايزها الناس عانت كثيرا في الفترة السابقة وتريد أن تستقر وأعتقد أنها ستستقر وستقاوم هذا الاتجاه بشكل كبير جدا أنا أشكرك الأستاذ عبد المحتل لطفي نائب رئيس اتحاد جمعية التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل شكرا جزيلا لك بعد الفاصل ليس للنساء فقط الموضوع خاص بالرجال والنساء ولكن هو عمليات التجميل قبل الزواج بعد الفاصل عمليات التجميل قبل الزواج أنا لا أكذب ولكني أتجمد أهلا بكم من جديد عمليات التجميل قبل الزواج والبعض يقول أنها لإغراء شريك العمر هل يعارض الرجل هذه الفكرة أنه يفضل أن تجري المرأة عمليات تجميل قبل الارتباط بها ضيفتي في الأستوديو الدكتورة نتالي الدملج خصائية الطب التجميل والليزر في المستشفى ميتكير الطبي في دبي دكتورة نتالي مستخير مستخير شكرا مجددا أنا لا أكذب ولكني أتجمل هذا هو حال كثير من النساء اللا يجريين عمليات تجميل حتى قبل الزواج من خلال تجربتك العملية هل يحدث هذا الشيء برضى الطرفين أم أنه يتم بمعزل على الآخر أولا قبل أن أجاوبك هذا السؤال أود أن أندد أنه يلغيش صور متعددة منها ستر العيب وعدم إبدائه أو عدم الإفساح عنه ولا شك أن عمليات التجميل إخفاؤها يدخل في هذه الخانة فيحق للزوج في هذه الحالة إما أن يستمر في الزواج أو أن يفسخ عقد الزواج لأن ما بني على باطل فهو باطل ولا يأتي من الصلاحة سوى الخير دنيا وآخرة فإذا من هذا المنطلق يحق للزوج أن يعرف عن أي عيب في شريكه الآخر لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم رغبته في الزواج وفي حالة عدم الأفصاح عن هذا العيب ندخل في حالة الغش هلأ في مجال الطب التجميلي يعني بواجه في عيادتي عدد كبير من النساء اللواتي يأتينا لإجراء هذه العمليات التجميلية منها العمليات الدقيقة جدا ومنها التي تؤدي إلى تغير جذري في الواجه أو في الجسد حلأ إجمالا الرجل يرفض هذه العمليات ومعظم الرجال يأتينا مع نسائهن إلى العيادة ومعظمهم يبقى في العيادة خلال العملية ويشدد على أن تكون عملية جدا خفيفة وضئيلة ولا تبدي أي تغير في الوجه أو في الجسم حتى لأن هناك حتى في القانون هناك ما يعرف بفسخ العقد للعين هذا في البضائع لكن لا أدري إلى أي مدى يجوز في هذا الاتجاه دكتورة إلى أي مدى تلحظي بأن هناك إقبال على عمليات التجميل من قبل النساء هائلة جدا خاصة مع هذه الموضة الجديدة التي يتابع فيها النساء المشهير والنساء المجتمع اللواتي يطردن لهذه عمليات التجميل فيظنن أن أن لسنا جميلات أو لسنا شابات فيهرعنا إلى هذه العمليات منها الأضائلة منها العمليات الصغيرة التي ممكن تكون واضحة جدا وهذه حاليا النساء تسعى وراءها مخرجني سلمان الحقيقة يسأل الرجال إليه ماذا دخلوا هذا المعترك وأصبح يجر عمليات تجميل أيضا بشكل كبير بما أنه نحكي على الجاي خير نطلق على اللبناني ما تتخيل كمية الرجال اللي بتجي على عيادة حتى لتجمل حالا وفي كثير منهم بيجوا لعندي ويطلبوا مني أن أعملهم أشي كثير صغيرة بلا ما تبين وصراحة بيعملوا هذا الشي مش كلمة حتى نساء كمان نفسهم هني حتى ليحس حالهم أنه ما كبروا ما ختيروا ما عمروا والله بعدني شاب بعدني بثلاثين لا بعدني فيني أنرجي بعدني صغير بعدني في أتزوج بعضهم البنات بيستحلوني بعضهم البنات بنيظهروا معي نعم لا أنا عندي أقبال شديد من رجال مش بس كمان بالوجه كمان مثلا بزرع الشعر بالإهتمام بالبشرة جيد اللسان حال هؤلاء النساء يقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل يعني إلى مدى هذه العبارة من الممكن أن تكون مقبولة وعملية هذه العبارة مقبولة طول ما أنت تدخل به ضمن نطاق الطب التجميلي عندك أنت الطب التجميلي نحن نقول له anti-aging medicine هذا اللي بيجي طب ضد الشيخوخة هذا الطب حتى اللي تحمي حالك من أنه تشيخ بسرعة كلتنا رح نشيخ كلتنا بوقت معين رح نكبر بس ممكن أنك أنت تخلي هيدا العملية تصير أبطأ وتجي بوقت أطول فإذا إذا الواحد اهتم ببشرته أو اهتم بوجه إلى وقت معين وعرف حاله شو لازم يستعمل كما صحيح على وجه أو حتى اعتمد العمليات الصغيرة جدا المائن لأننا مائن تاكميل التجاعد الصغيرة هذا مثلا ممكن أن الواحد يعمل حتى شهريا كل ستة أشهر سنويا دكتورة نتالي يعني يبدو أنه القلري الحقيقة مهتم بالموضوع اللي لأبو لمة مهندس الصوت برضو بيسأل إلى أي مدى تجرع عمليات لأشخاص يجبون لك صورة لواحد من المشاهير وعاوز يطلع بهذا الشكل وإيش الأعمار اللي دارية في عمليات التجميل هم كبار السنين أربعينات خمسينات أو للشباب أيضا الصغار بيقوا يعملوا عمليات تجميل نحن لدينا مشكلة من وجهها بالنساء اللي بيجي بيعون عمليات تجميل أنه بيجوا بيكون عندهم هاي أكسبكتشين يعني بتجي لعندك بتقول لك بديش فاف انجينا جولي بس أنت بدك تكون واضح وصريح معهم صورتك بنزل 20-30% هيك حياتي على شكلك هيك فينو توصل بس أنه تجي تقوليني أنه أنا بدي بوصلك حتى لي توصل مثل هيدا المشاهير أو غيرها يعني أنا بعتقد هون الحكيم بيكون مستعمل ما عم بيكون كتير واضح وصريح مع المريض أخصائية الطب التجميل والليزر المستشفى مدكار الطبي بدوبي دكتور نتالي دوملوج شكرا هذا برنامج إلى لك